أصيلي أسأل عن حكم حمل المصحف في الصلاة المكتوبة حمل المصحف في الصلاة المكتوبة مكروه عند جمهور أهل العلم وذلك لأنه يتضمن الحركة والإخلال بعدد من السنن وبعض المذهب الفقهية ومذهب الحنفية يرون عدم الجواز يرون عدم الجواز بل قد يؤثر عندهم على صحة الصلاة ولذلك ينبغي أن لا يحمل المصلي المصحف في صلاة الفريضة خروج من الخلاف لأن أحد المذهب الأربع أو المذهب الحنفية يرون عدم الجواز في هذا وعللوا ذلك بتعليلين قالوا لأنه يترتب على ذلك حركات كثيرة كما علل الجمهور لكن الجمهور حملوا ذلك على كراها والتعليل الآخر قالوا إن من يقرأ في المصحف هو كالمتلق أو كالمتعلم في أثناء الصلاة وهذا يؤثر على صحة الصلاة فخروجا من الخلاف وأيضا لما يتضمنه من كثارة الحركة والإخلال بعدد نسلين ينبغي أن لا يقرأ المصلي من المصحف في الصلاة المكتوبة وإنما يقرأ من حفظه ولو يقرأ من قصار السور يعني مثلا سورة الإخلاص والمعوذتين وقصار السور عامة المسلمين يحفظونها فتقرأ ولو من قصار السور خير من أن تقرأ في المصحف هذا بالنسبة للصلاة الفريضة أما صلاة النافلة فلا بأس بالقصار